number one. اه number one جزئية جزئية الجرامة اللي اخدناها الحصة اللي فاتت. كنا استخدمنا طبعا مقارنة مقارنة الصفات. قلنا طبعا باستخدم اي ار زان او الصفة اللي بضفلها اي ار سم كلمة زان. وقلنا طبعا عندي مجموعة تانية من الصفات بسميها اللي هي الصفات الطويلة. باستخدمها طبعا ما بين كلمات زي مور صفة طويلة زان او لس وصفة طويلة. سم زان. الصوت ده طالع من عندي مين? ضي. يا ضي الصوت عندك يا ضي. تمام? يلا. تمام. كريم number one. بقول هورسز ار هورسز ار زان كاملز. ها? فاستر. فاستر زان. طالما عندي كلمة زان يبقى باستخدم مل اي ار الصفة اللي اخرها اي ار يبقى فاستر زان. نمبر تو يلا احمد واقل كاملز ار زان هورسز. طولار زان. طولار زان. طولار زان. اي ار زان. نمبر سرية ضي. كاملز ار ار هنا زان هورسز. هيفيار. هيفيار زان. هيفيار زان. نمبر فور. جودي ايمن. يبقى بقول سنيكس ار سكاريار زان زبايدرز يعني بتخوف اكتر من السبيدرز سكاريار زان. هن طبعا في صفة زي سكيري. بقل بالواي ال اي اي ار. يبقى سكاريار زان. نمبر فايف. جودي معوض. كيكس ار زان بريد. د. مور دليشيس. مور دليشيس. مور دليشيس. مور دليشيس. انا طبعا الصفات الطويلة زي دليشيس. بستخدم قبلها مور او لس. اللي موجود عندي موري. بقى هقول له مور دليشيس ازان. نمبر سيكس. يالله محمد بوردة. زى سنيك از. زان زفوكس. يبقى بقول هنا مور ديندرز زان. مور ديندرز زان. يبقى طويلة زان. نمبر سيبن. ريتال دخلت يا ريتال. بتاخد اي ار صح? نعم. زين بتاخد اي ار. اي ار. والصفة اللي اخيرها اي ار يجري بعدها زان. يلا. ايش يدخل. نمبر سيبن يا ريتال. زين 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 يبقى اولو لونجر زان. لونجر زان. النوطة اللي بعدها. نمبر ايت. عايزين محمد مصطفى. زي اللي فانت اي از بيجر زان. بيجر زان. يلا يا احمد عوف. احمد عوف. زي جراف ايز طولار زان دهورس. طولار زان. نمبر تن. عايزين. هانا احمد. سمولر. زاز بايدر از بقول له سمولر طبعا هنا سمولر زان. لوجود زان. فاستخدم الاي ار. بعد كده كان عندي جزئية الليسنينج. قناها مع بعض الحصة اللي فاتت. بنبدأ في جزئية القطعة. مدين القطعة اللي اريناها واخدناها عن الكاملز. فقول الكاملز are amazing. they are beautiful strong animals. they help us to carry things and people to cross the desert. their milk is delicious. we can use their fear to make clothes. camels are perfect. وانا perfect for. جملة مهمة جدا. perfect for the desert. يعني مناسبة او ملأمة للحياة في الصحراء. camels can live without water for a long time. number one. كريم. والكاملز are animals. strong. strong animals. number two. number two. اعوزين ريتاج احمد. ريتاج. والكاملز are for the desert. perfect. perfect. perfect for the desert. perfect. number three. يلا يا ردينا إهاب. ردينا. 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 ما فيش ردينا. طيب عمر محمود. عمر محمود. عمر محمود. ري. هاو دو كاملز هيل بأس. هيا الجمل ده. او الجمال بيسعدونا ازاي. to carry things and people. برافو. يب بقدر اخوتها هوت من القطعة. زي هيل بأس. تو كاري سنجس. and the people. كروزة ديزارت. لحد كلمة ديزارت. اخذ الجملة دي كلها. دي اجابة السؤال التالت. number four. يلا يا. مين ما جاوبشي خالص. قولي يا ضاي. what can we do with camel's fear? we can use therefore to make clauses. to make clause. يبقى we can use their fear to make clause. تمام. ده بالنسبة للقطعة. هنروح نشوف جزئية الاود وان. وعندي طبعا اود جديدة. الاود وان يعني الكلمة المختلفة عندي بشكل جديد النهاردة. يعني كل ما بناخد جزئية جرامر بيغيال في شكل الاود وان. طيب احنا اخدنا مقارنة الصفات. عشان كده بدأ يشتغل عليها. فلما قول large و tall و strong وهي فيار. هقول له من الاود هنا. الاود على طول تبقى هيفيار. لان ده صفة صفة صفة. ودي صفة بلاس اي ار. يبقى هيفيار هي الاود. المجموعة التانية يا كريم. grass و big و slow و long. grass. يبقى grass هي الاود طبعا لان الباقي عندي adjectives. يعني صفات. جودي ايمن. بقول طولار و بيجر و ديندراس و شورتار. يبقى ديندراس هي الاود هي الصفة الوحيدة والباقي صفة بلاس اي ار. نمبر فور. جودي معوض. فاست. ثن. طول. نايسر. نايسر. نايسر طبعا لانها هي الوحيدة اي ار. والباقي كله ادكتف. صفات بس. قول اللي بعدها يا واقل. سمول و سكيري و long. وفيت. هقول له من هنا الاود. ها? في. في طبعا لان هنا اسم. انما دي صفة وصفة وصفة. يلا يا محمد يا مصطفى. بقول زي اللي فانت ايز زين زا ماوس. بيجر. 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 محمد بواردة. زي جرف ايز زين زا هورس. اسمها طولار زان. طولار زان. نمبر سري. يلا يا ريتال. لا. هر كاملز. هر كاملز. زان هورسيز. مور بيجر. مور بيجر. ليه مور بيجر. ها? مور بيجر. ليه. سري الفاول. ها? يا ريتال. سري الفاول. ليه يا مصطفى. عشان في زين. عشان عندي زان. قلنا. مور سفة طويلة. زان. يبقى لوجود كلمة زان هناوات يا ريتالي انت اختارتي مور بيوتفول. تمام? امال امتا كنت هقول له مصط بيوتفول. مين شاطر يقول لي. امتا اقول زموء مصط بيوتفول. يلا انا جاوبتها. مست بيجر. اه. امتا اقول مصط. مست. ايوة امتا بقول مصط ديت. ايوة يا ماما. تمام. امتا لو عندي كلمة اي قبلها. ذا. ذا. لو عندي ذا. لو عندي ذا. 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 زاموصط. تمام? نمبر فور. بيوتفول. ايوة زا موصط. نمبر فور. هنا بقول زفينك. فكسي از. زان ذا كامل. يلا يا. عمر محمود. معك يفي. تفضل. يثير نمبر فور. نمبر فور. نمبر فور. يعني نمبر فور. وعن قبل. يلا يا إزا. خلال ها. خلال ها. خلال ها. تفضل. غالغة. وقبل الان تفضل. يدقى عربيات ا這個. وقبل الان تفضل أماماً. ! الهورس كامل والهورس زي ما شكناها في الاسئلة والاجابات علشان اقدر اقول هو مين الفاستر هو مين الهيفير هو مين الطولر هو مين سترونجر تمام يبقى اقدر هقوله 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 هقول لكم بس البداية هقول لكم البداية يبقى اقدر اقول اي كان سي اهورس عندها كامل انا شايف هورس وشايف كامل تمام بعد كده ببدأ اعمل المقارنة ما بين اللي اتنين وابدأ اقول مسلا هو مين هنا الفاستر الهورس يبقى اقول اهورس ايز فاستر زان اكامل تمام يبقى اقدر استخدم اي او زا اهورس او زا هورس ايز فاستر زان زا كامل وابدأ اكمل ها مين الهيفير هنا ايبقى اقول اكمل از هيفير زان اهورس طيب مين الطولر اكمل 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 از طولر زان اهورس مين السترونجر كامل اقدر اقول اكمل از طولر زان كزا طيب يبقى ازا من خلال الصور اللي قدامي بقدر استخدم اي ار زان في كل الجمل اللي هكتبها بس الافضل ان اكتب في الاول طبعا اعرفك بالصورة يفا ايز ما قلنا اي كان سي اهورس عند اكمل بعد كده عايز تقول اي لايك اهورس اي لايك كامل مفيش اي مشكلة بحيث ان انا بزود جمل غير اللي مطلوبة مني بروح بعد كده لجزئية الترتيب في الجملة الاولى هنا الجملة الاولى في الترتيب اتفضل اتفضل يا ابواردة زي ايليفانت啊 is bigger than the hippo number two JUST ايمن. تمام. يبقى الكلمة اللي واخدلي تحتها خطة او كابتل هي اللي ببدأ بيها. بادئ باليفانت او سنيك يبقى يجي لازم يجي لبعدها از. ثم صفة زائد الاي ار زي سكيرير او بيجر. ثم كلمة زان واسم الانيمال التاني اللي انا بعمل معاه المقارنة. تمام? ده بالنسبة لجزئية الاكتيبتز اللي كانت عندي. بعد كده ايوة. اللي هو يصير دي سن كلمة سن بنحط ان و اي او مش فاهمها. تمام. في بعض الصفات يا جودي وان الحصة اللي فاتت بعض الصفات اللي بتنتهي بحرف ساكن زي الان او التي مسلا او الجي قبلها حرف متحرك زي الاي او الاي او الاو او اليو. بنضاعف الحرف الاخير يعني كلمة زي كلمة ثن اخيرها ان وقبلها اي لما جا اضيف لها اي ار او اي اي سي تي لازم ازود الحرف الاخير كمان مرة قبل اضافة الاي ار او الاي اي سي تي. يبقى في كلمة زي كلمة ثن هلاقي الدرجة التانية منها اسمها تنر تي اتش اي ان ان اي ار كلمة زي هلاقيها هوتر تي تي اي ار كلمة زي بيج هلاقيها بيجر بي اي جي جي اي ار اوكي يبقى ازا في قاعدة طبعا هي اللي بتحكمنا في جزئية دي. يعني مور معزان وعادي الصفو بقى معزان. تمام. لما اجي هنا. طب ايوة طبعا الاي ار يجي لي بعدها زان. اما زا بيجي لي بعدها الصفة اللي اخرها اي سي تي. او طبعا. تعالوا نشوف الجزء الجديد عندي. مديني طبعا مجموعة كلمات. يعني ايه بير? الدب. 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 تمام? مديني هنا كلمات زي تيث. انجري. سبرايز. في لاي اوي. بيك. بو. كلوز. بو. كلوز. تمام? وهنا مديني طبعا زابير. وهنا مديني جزئية تانية اللي هي زابيلي كان. مجموعة الكلمات اللي عندي. ما فيهاش يعتبر كلمات جديدة. كلوز ممكن نكون شوفناها قبل كده في منهك سنة تانية او تالتة. كلمة بو عندي بالنسبة لي اه هنا للحيوانات طبعا بتستخدر بمعنى. برو بيك شوفناها. بيك طبعا شوفنا اكتر من مرة. تمام? باجي بعد كده مديني هنا بو اللي هو كف بالنسبة لي الانيمالز. مديني تحت مجموعة الاتجكتف زي الصفات. مديني بورنج بمعنى مملة. انتريستنج بمعنى شيخ او مسير. مديني كلمة فنة بمعنى ممتعة. تمام? تعالوا نشوف القطعة اللي بتتكلم عندي عن البيليكان والبير. وانها بيليكان اند افير ار انذا ريفر. بالنسبة لي اتو انا ما زلولت ار انذا ريفر مووجودين في النهر. موجودين في النهر. موجودين في النهر. حول دي ار فيه هانغري. نكونوا دعا نين. دي ار بوث. او كلمة بوث هنا معانا كلا هوما الاتنين دي ار بوث. يعني كلا هما الاتنين يعني سواء البلكن أو البير Looking at a big juicy fish بيتفرجوا على سمكة juicy معناها يعني كثيرة العصير أو فيها مياه كتير The bear reaches for the fish الbeer بيوصل كلمة reach هنا بمعنى يصل إلى reaches for the fish It lifts its bow يعني بترفع كلمة lift هنا يعني بيرفع أو بترفع الكاف بتاعها The pelican ovens it's big وكمان البلكان بيتفتح المنقر بتاعها It's ready جاهزة to take the fish أو to the water إن هي تصطاد أو تطلع السمكة خارج الماء عندي out of بمعنى خارج وإنها ready to بمعنى جاهز لي أو مستعد لي وبيجي لي بعدها الفعل في المصدر lift عندك فعل بمعنى يرفع هنا أو يرتفع هاجي تحت اللي بقيت الجملة بقول The bear sees the pelican البير في اللحظة دي بيجيارة البلكان البجعة The pelican sees the bear وكمان البلكان بتشوفه Excuse me عملها اللي بشكل story كده ظريفة Excuse me معذرة The pelican says That's my fish دي السمكة بتاعتي أنا اللي استطاها That's my fish Zavir is surprised and angry اندهش من الكلام ده وكان angry غضبان pelican يبقى عنتي Look at my clothes بص على المخالب بتاعتي انت هتنسي نفسك ولي ايه Now Look at my teeth ودلوقتي تعالي كمان تفرجي على سناني كمان That's my fish إنها سمكتي دي سمكتي أنا اللي هاخدتها The pelican looks scared يعني بدت أو كان شكلها scared خايفة The pelican looks scared خافت بتقوله I am sorry bear أنا أسفة يا دب It was bird أو spars معناها بتهمسله يعني بتكلم بصوت واطي وبتقوله Sorry bear أنا أسفة The bear is stronger than the pelican طبعا البير هنا أقوى من البلكان The bear is happy مبسوط طبعا دلوقتي Because it has a big fish for dinner لأن دلوقتي أصبح معاه it has بقى عنده أو بقى بيمتلك A big fish سمكة كبيرة for dinner لوجبة العشا وطبعا لازم أني بعارفين قبل الوجبات بستخدم حرف for على وجبة العشا Then بعد كده ثم The bear looks down The bear looks down معناها بينظر لأسفل Oh no It can't see the fish It can't see the fish مشايف السمكة It can't see the pelican وكمان مشايف البجعة Pelican Where are you? Where are you? أين ذهبتي? Where are you? أين ذهبتي? Bear shouts There is no pelican ما فيش باجعة لما قول There is no يعني لا يوجد There is no pelican But He can hear The happy pelican Flying away هو سامع He can hear بيسمع The happy pelican البلican المبسوطة سعيدة Flying away بتطير بعيدا With the fish بالسمكة In its mouth في بؤها طبعا ضحكت عليه وإيه وهربت وطارت تمام ده بالنسبة للسطوري اللي عندنا يبانا لو جد دلوقتي وقلت Which animal had the fish? Which animal had the fish? The pelican ولو قلت ولو قلنا Which animal was calibrary? مين فيهم كان الأشطر? The pelican The pelican طبعا The pelican أوكي إنما Which one was stronger Which one was stronger The strong هو البير The strong هو البير تمام? بير وتمام إحنا ثاني ثاني هو من أول هنا ثاني لما قلت The bear is stronger than the pelican ماشي The bear is happy هو مفصوط دلوقتي وفرحان بنفسه بقى because it has a big fish for dinner ثاني ثاني زبيل يعني بيبص تحته كده بعد طبعا فرح شوية ما ما لقاش قدامه البليكان مال هي راحت فين؟ طارت بعيد عنه تمام؟ يعني في ثواني كده بتطير مش هتستنى بقت لما تستزن منه أو يسيبها تاكله No, it can't see the fish It هنا طبعا عيدة على البير وهو الشايف الفش وكمان ولا شايف البليكان وبيبدأ يدور عليهم وبينده يا بليكان Where are you? انت رحت فين؟ وهو بيسرخ طبعا وزعلان فبتقول له There is no pelican بقى معتش في pelican But he can hear the happy pelican هو سامع happy pelican السعيدة طبعا إنها أخذت الفش منه طارت flying away طايرة بعيد with the fish in it سمع وص طبعا story just for fun story الحدوتة دي just for fun عشان نضحك ولكن طبعا في نفس الوقت بنتعلم الجمل والكلمات الجديدة اللي فيها تعالي هنا الجزئية اهو 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 واقول لك do you like the story ايه رأيكم يا حلوين do you like the story عجبتكم الحدوتة no no حلو قوي في ناس قالت yes وفي ناس قالت no في ناس قالت yes وفي ناس قالت no في ناس قالوا like والناس قالوا don't don't like تعالى نشوف اللي بيقول لي like ده like ليه تعالى نشوفه like ليه بيقول لي I like the story انا بحب القصة دي او عجبان القصة دي it's fun يبقى انا لو قلت I like لانها fun ممتعة and interesting وشيقة يبقى كلمة fun وinteresting دي بستخدمها في الحاجات الايجابية حاجة كويسة حاجة كويسة I think the pelican لان انا شايف ان ال pelican is right على حق على صواب هي اللي محقة او هي اللي تستاهل ليه because he is more intelligent and faster than the beer لان ال pelican هنا هي intelligent او more intelligent يعني اكثر زكاء ازكى منه زي ما احنا سألنا من شوية وقلت لكم مين فيهم الكليفرر مين الاشطر قلنا طبعا لابيلي كان هنا انا عجبان اعجباني 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 لستوري لان طبعا هنا ان هي fun وانتوريستن ليه هي fun وانتوريستن لان طبعا هنا بقول ان ال pelican is more intelligent يعني اكثر زكاء and faster واسرع than the beer هتيجي هنا جهود تقول لي لا يسير i don't like the story انا اعجبانيش because he is slower than the pelican لانه ابطأ من البلكان ده بالنسبة لي like وdon't like تمام انا لو جتوا سألتك دلوقتي do you like the story i like the story it's fun and because it's fun and interesting i don't like the story مش عجباني the story ليه because it's boring because it's boring يعني boring مملة مملة تمام اوكي تعالي الجزئية اللي بعد كده مديني طبعا جزئية الفونيكس الصوتيات اللي هو صوت البه والبه البه والبه مجموعة الكلمات اللي عندي فيه البه زي بي او بير او بير او بيك طبعا الكلمات كلها شايفينها قبل كده طيب وبالنسبة للبه ساويند البه ساويند مديني كلمة بيز 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 اللي هي البسلة بين تير بير اللي هي كومترة وبي اللي كان طبعا البجعة تمام بقى كلمات اللي عندي في الحفز النهارده مع المجموعة اللي فاتت او القطعة كلمات صوت البه وكلمات البه تمام بعد كده بيديني جزئية خاصة بالماث زي ما اخدنا في الجزء الاول سواء عرفنا جزئية ascending ascending او reading اللي هي long numbers وكمان عرفنا يعني كلمة prime numbers في الامتحانات اللي فاتت مديني النهارده حاجة اسمها fractions اخدنا الكلام ده في الماس اخدنا الكلام ده في الماس وقالنا fraction بمعنى كسر كسر زي اللي قدام كده تمام ده اسمه fraction طيب هنا مديني بيقول fraction اذا part وفهول ايه هو الفراكشن ده يصير هو part يعني جزء وفهول من الكل جزء من الكل ده اسمه one one من two اللي احنا بتسميه هاف صح صح يا سيد تمام تمام مديني النهارده اللي بيتكتب فوق ده اسمه الميريتر اللي هو البست ومديني تحت الميريتر اللي هو المقام يبقى عندي وعندي اللي هو المقام بعد كده بيقول لي كمان غير هنتعلم حاجة اسمها descending order descending order عكس اللي شفناه قبل كده نكوننا اخدنا ascending من الكبير من الكبير للصغير من الكبير من الكبير للصغير من الكبير من الكبير من الكبير للصغير من الكبير 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 بأي صورة من السور في النص يصير نص في النص فيين نصها بس راس برافو يا هانا برافو يا هانا وانا لما اقول one by one يعني one one by one يعني one هنكتب هنا number one تمام من اللي ييجي بعد الone من اكبر واحد هنا بعد الone three by four 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 equal twelve تمام يبقى دية number two بعدها one by two one by two اللي هو الهاف يعني الهاف النص ده يبقى number three ده يبقى number three بعد كده عندي one by four اللي هو ده تبقى number four يعني هي كده مترتبة descending ايوة descending ايوة descending كده الone اللي هو النمبر الهول او الصحيح عندي بعد كده three by four اللي هو ما تلات تربع عندي بعد كده هاف ثم one by four او كورتر اللي هو الربع طيب بيقول لي دي دي نو معلومة كده زيادة لنا ايه في ايه اللي we use fractions in everyday life يعني ايه يسير بنستخدم الفراكشنز الكسور ده هيت في حياتنا اليومية ازاي بنستخدمها في حياتنا اليومية for example على سبيل المثال there is a simple milk shake رصيب دي يات كده بنقول عليها رصيب يعني وصفة لعمل الملك ايه الملك shake اللي هو مخفوق الحليب بيقول لي half a glass of milk نص كوباية لبن quarter a cup of banana اللي هي ربع كوباية موز quarter a cup of vanilla ice cream وكمان ربع فنجان او كوباية للايس كريم بالفانيليا دي طبعا ممكن طبعا بنسمحها كتير ممكن ماما بنسمحها في وصفة الاكلة وغيره فعايزه يوصلي in الفراكشنز احنا مستخدمها في حياتنا اليومية طيب ما انا ممكن استخدمها في حياتنا اليومية لو انا ببيعها وباشتري لما اروح اشتري حاجة ما انا ممكن بقى فيه فراكشنز في الاسعار بتاعتي صح ولا مس صح صح لو لو بناكل او بنشرب لو بناكل او بنشرب في البيت ما يماما ممكن تقول لي جيبتوا فحايا اه سيمة نصها وودي لاخوك نصها وانت نصها لما هو ده فراكشنز تمام كوارتر او وان باي فور وتدي الاختي وان باي فور وبابا وان باي فور وهي وان باي فور ما هو ده فراكشنز تمام يبقى هنا بيبين اهمية الفراكشنز في حياتنا اليومية يبقى لازم ابعارف الترتيب بتاعها ان انا بقول هنا وان باي وان ده هو الاكبر سري باي فور يعني عندي سري لو انا بقسم الابل او الورنج فور بيسز او اربع اجزاء يبقى انا عندي سري من الفور هو الاكبر التو من الفور بعدها الوان من الفور يبقى اصغرهم تمام ده بالنسبة لجزئية الفراكشنز هنروح بعد كده بيديني جزئية الاكسرصايز اللي على الدرس ده تمام 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 الرقم ده بالنسبة للرقم ده او 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 ا زان وان باي تو. ينفع له اكتب جملة على كلمتين دول. ايه الجملة اللي ممكن اكتبها هنا? ماذا ينفع? قد اكتب جملة. The pelican is flying The pelican is flying away The pelican is flying fast وهكذا دي كلها جمل اوكي شغال مديني بير وكلوز The beer has closed يبقى beer has closed أو the beer has closed عندي بعد كده بيقولي put in descending order يعني ايه مديني three numbers جنب باع 3 ارقام وعايزنا اقرأتهمهم الترتيب 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 يعني descending from the biggest to the smallest مين الاكبر هنا حلوين one by three وانا طبعا بعرف واكيدة اخدتوه في الماس ان انا بقولي الاكبر لما يبقى الدومينتور بتاعه هو الايه الاكبر ولا الاصغر 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 لما يبقى الدومينتور بتاعه هو الاصغر ده هو يعتبر اكبر رقم يبقى لو قلت one by three اللي هي third ثم بعد كده اه one by four fourth اللي هي one by four اخر حاجة عندي one by eight اللي هي ات ات يعني ثمن يبقى عندي third ثم الفور ثم الات اوكي تربي سينا سينا نكرأ السؤال السندق ولا السندق لا ارنا ارنا وشرحته ارنا وشرحته انا قلت انا شرحته دلوقتي قلت بوتين دي سندنج اردر يعني رتب الترتيب التنازلي يعني from the biggest to the smallest تمام تمام تعالوني الاخر واحدة فيهم من اللي هيرتبها لي يا ضاي يا ضاي يا ضاي يا ضاي بتستعجلي وتغلطي انت شفتيهم التلاتة كريم كريم four by four يبقى اول رقم عندها يبقى four by four معناها one buy four buy هنا اللي هي four by four معناها one يبقى دي اكبر رقم فيهم اوكي الرقم التاني two by three two by three اخر حاجة عندي يبقى one by two اللي هو one by two اوه رقم السؤال اتنين نعم سؤال رقم اتنين في descending ده اوه اوه اتنين وتلاتة وتلاتة واربعة يعني هم قريبين من بعضين قريبين من بعضهم لكن فيهم حاجة اكبر من التانية تمام one by one يبقى اول حاجة عندها one by one بعدها three by four بعدها two by three تمام تمام اوكي هنحفظ ونجاهز نفسنا هنجاهز نفسنا بالكلمات الجديدة ده تمام اللي هي رمجازل رمجازل نجدي مرات تمام غزال الريم ده هو وكمان الريم الكلمات بس هنحفظها عشان نجهز الخطع دي ايوه اخرنا 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 في الحفز تمام رمجازل نعم رمجازل ايوه ايوه غزل رمجازل رمجازل